السلام عليكم البعض يعلم ما هو الفرق بينهما بشكل ظهري والباقي يسأل ما هو الفولت الكهربائي وما هو الأمبير أو ما هو الفرق بينهما أعتقد أن معظمنا يعلم بشكل جيد ما هو الأمبير ولكن نجد صعوبة في فهم الفولت وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنفهم الفرق بشكل واضح لهاتين الوحدتين أنت ترى أن قيمة الفولت وقيمة الأمبير تتغير عبر مراحل في الدوار الكهربائية لأن يمكن تحويل الفولت المنخفض إلى فولت عالي وأثناء التحويل يتم سحب أمبير عالي أو تحدث عكس هذه العملية بالكامل وذلك على حسب التطبيق ومكونات الدائراء الكهربائية في البداية أريد أن أخبرك أن هناك طريقتين للشرح واحد شرح في زيائي عميق وأعتقد أنك لا تريد هذا الشرح في الوقت الحالي اثنان شرح في زيائي ظاهري أو بمعنى آخر في زيائي سطحي أي أننا نأخذ النتائج بدون تفسير السبب الفيزيائي وهذه هي الطريقة التي سوف نستخدمها في هذا الفيديو هناك مصدران شائعان لتوليد التيار الكهربائي الأول بالحث المغناطيسي التي تحدث في الملفات والثاني بالتفاعل الكيميائي الذي يحدث في البطاريات يرجى الانتباه والتركيز في الشرح التالي عندما ننظر إلى سلك يسري فيه تيار كهربائي سنجد أن الأقل ترجمة نانسي قنقر